السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انظر ماذا سيحدث عندما تضع البصل في هذه المنطقة من جسمك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مليون صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت البصل اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد قد يكون للعديد من الأطعم تأثيرات خارقة ولكن خصائص البصل المكتشفة حديثا تجعله مميزا ومختلف تماما لن نبالغ لو قلنا إنه خزانة دواء لوحده الآن ضع تحيزاتك جانبا واستعد لأسرار جديدة لا تعرفها عن البصل لا يوجد تعب لا يمكنك التغلب عليه مع سلة من البصل كيف؟ إليك طرق باستخدام البصل للبقاء على قيد الحياة لا مزيد من الطنين وآلام الأذن الأذن هي عضو مميز في الجسم فهو يوفر كل توازن لدينا تقريبا لذا ستكون مشكلة كبيرة إن حدث له أي ضرر فينتج عن الضرر طنين ورنين آلام في الأذن في مثل هذه الحالة من الضروري قطع قلب البصل إلى نصفين ووضعه بالأذنين مثل السدادة وفي غضون ساعات قليلة سوف تحصل على نتيجة رائعة وتتخلص من كل الآلام ثانيا نهاية السعال هل تعاني من سعال لا يتوقف؟ فالشراب الذي اشتريته من الصيدلية لا يؤتي بنتيجة كل ما تحتاجه هو عصير البصل نعم ربما سوف تتأثر رائحة نفسك لتصبح كريهة ولكن باستطاعتك إزالت تلك الرائحة باستخدام معجون الأسنان فسيقوم عصير البصل بإزالة السعال بسرعة كبيرة من جسمك ثالثا الحرارة المرتفعة التي لا تنخفض هل تعاني من حرارة مرتفعة لا تنخفض؟ هل تقاوم علاجها الشديد؟ كل ما عليك فعله إخماد تلك الحرارة بالبصل لا تخف فإن البصل سيقوم بنتيجة فعالة للغاية ولأن شرائح البصل التي سوف تضعها في جواربك تلامس بطن قدمك وستعالج الحمى بأعجوبة كبيرة رابعا انسى نزلات البرد هل تعاني من نزلات برد لا تزول؟ حان الوقت لعلاجها بالبصل أسلق بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح في الشاي وتناول حلقات البصل المملحة بجانبها ثم استلقي قليلا فتشعر بتحسن بالتأكيد عندما تستيقظ خامسا الدعم النفسي الناس دائما بحاجة إلى البكاء فهو أمر لا بد منها لكلام صحة العين والتراكمات العطفية حتى أنك تنديش لبكائك في أوقات غير مناسبة من كل هذه التراكمات وعندما تقطع البصل يجعلك تبكي كما لو أن شيئا سيئا حدث لك هذا مريح جدا لتفريغ الشحنة السالبة نحن لا نمزح إنها طريقة الأمثل لتفريغ ما بداخلك سادسا ضع البصل على الجلد بعض النباتات تعالج الإصابات في جسم الإنسان بسرعة كبيرة ومن بين هذه النباتات هي نبتة الألوفيرا أو ما يسمى بالصبار الحقيقي هو واحد من أكثر النباتات فعالية في هذا الأمر إلا أنه لا يمكن توافره في كل منزل أو سوق كما أنه ليس نباتا رخيصا على الإطلاق ولكن بديل هذا النبات قد يكون بالفعل في منزلك القشرة الداخلية للبصل لها نفس خصائص الألوفيرا في حالة الإصابة قم بإزالة هذه القشرة وضعها على مكان الإصابة وشاهد المعجزة بنفسك سابعا البصل عند التدخلات الجراحية من المثير للاهتمام أن البصل علاجا بديلا رائعا ليس فقط للإصابات اليومية ولكن أيضا للإصابة الأكثر خطورة وحتى المساعدة في زوال الندبات المتوقية بعد العمليات الجراحية البصل له تأثير كالسحر في هذا الأمر ثامنا البصل ضد العدوى إذا أصبت بجرح في جسمك وكنت بحاجة إلى شيئا لإنقاذك قبل الوصول إلى المشفى قد يكون البصل دواء مع بعض الدعم قم بصب حليب مغلي فوق شريحة من الخبز وقم ببشر البصل في الأعلى وضع الخليط فوق مكان الجرح وتركه لمدة ساعتين تقريبا وبعد ساعتين قد تكون بذلك قد حميت الجرح من العدوى بهذا الخليط البصل وحروق الشمس هناك علاجات لحروق الشمس كثيرة ومن بينها استخدام الزبادي ولكن لم نعلم أن العلاج الرئيسي هو البصل ضع شرائح البصل على الحروق وتأكد من أن الحرق يمتص ماء البصل علاوة على ذلك يمكنك وضع البيض أيضا على الحرق بعد البصل للتأكد من العلاج التام يصف العديد من طرق العلاج الغريبة عندما تلدغك نحلة ولكن العلاج الرئيسي هو البصل مرة أخرى البصل طريقة فعالة للغاية ليس فقط للنحل ولكن أيضا للأسعات البعود لا لن تدهن البصل كالسابقة فعليك فقط قطع البصل في أطراف المنزل اليمنى واليسرى في أيام الصيف لا يقترب النحل والبعود من الأماكن التي يوجد بها البصل وسوف تكون بذلك حميت نفسك من لدغة النحل والبعود قبل حدوثها 11- البصل غذاء غني يحتوي البصل على سعرات حرارية منخفضة وقيمة غذائية عالية فيه الكثير من الفيتامينات والكثير من المعادن وخصائص مضادة للأكسادة ويحتوي وعاء صغير من البصل على 46 سعر حرارية و 15 جرام من الكربوهايدرات و 3 جرامات من الألياف و 7 جرامات من السكر و 2 جرام من البروتين كما أنه له تأثير بنسبة 10% في تلبية احتياجاتك اليومية في فيتامين جيم و فيتامين بي ساكس والماغنيسيوم ويحتوي أيضا البصل المجفف على كمية صغيرة من الكالسيوم والحديد وحمد الفوليك والماغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم 12- عائلة الثوم لها تأثير مضاد للسرطان جميع النباتات من عائلة الثوم هي العدو الرئيسي للسرطان فيجب استهلاكه للأغراض العلاجية والوقائية خاصة في أنواع سرطان المعدة والأمعاء وذلك بفضل الآلية المثالية للبصل الجاف فإنه يمنع اتصال الخلايا السرطانية الضعيفة بالخلايا الجديدة ويمنع نمو الأورام وتحولها يساعد البصل أيضا فيتامين جيم على دخول الجسم بخاصية قوية مضادة للأكساد من المعروف أن فيتامين جيل فعال في إزالة الأسباب المسببة للسرطان فما يساعد على تقوية جهاز المناعة 13- تقوية المناعة يحتوي البصل على العديد من عوامل الشفاء العجبية وهذه العوامل لها تأثير إيجابي على الجهاز المناعي تشمل هذه الآثار لاستخدام الأكثر فعالية لفيتامين جيم في الجسم يزيد جهاز المناعة القوي على قدرة الجسم من مكافحة الأمراض والعدوى ويسرع من عملية الشفاء 14- إنه جيد لصحة القلب يزيد البصل من نسبة الكوليسرول الجيد في الجسم خاصة عند تناوله نيئ هذا ينظم مستوى الكوليسرول ويدمن بقاء ضغط الدم عند المستويات المطلوبة كل هذه الأشياء تساعد على منع أمراض القلب من خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية 15- مضاد قوي للأكسادة مثل جميع الخضروات والفواكه تقريبا يعد البصل مادة مغذية ومضادة للأكسادة تساعد المواد المضادة للأكسادة في البصل جهاز المناعة لمقاومة الإجهاد وطلف الخلايا كما اكتشفت الدراسات أن لأولئك الذين يستهلكون البصل يوميا لديهم خطرا أقل الإصابة بخرحة المعدة والأورام وغيرها من الطرابات المعدة 16- هشاشة العظام وصحة الأنسجة يساعد الكالسيوم في البصل على تقوية العظام بالإضافة إلى ذلك يوفر الكبريت الذي يحتوي عليه روابط نسيج قوي وصحي يعرف تكوين الكالسيوم والكبريت بخصائص ويمنع هشاشة العظام لدى كبار السن ويقلل من الآثار السلبية عند بداية انقطاع الطمث 17- تنظيف الحلقة تتولى العوامل المضادة للميكروبات الموجودة في قشر البصل مهمة إزادة الالتهاب الذي يحدث في الحلقة إذا كنت مستعد على المعالج لتقشير البصل يمكنك القضاء على مشكلة الجهاز التنفسي والحصول على صحة أفضل يزيد البصل الانتباه بشكل خاص كغذاء فعال ومفيد لالتهابات الحلقة والتي تحدث في أيام الشتاء 18- يحمي صحة الفم والأسنان قشر البصل الذي له تأثير مضاد حيوي ويظهر أيضا خصائص مضادة للأكسادة كما أنه فعال في العناية بالأسنان واللثة يمكنك منع الكدمات والقضاء على البكتيريا في الفم وبالتالي سيكون لديك ابتسامة أقوى وهيكل صحي للأسنان 19- معالجة الوزن قشر البصل له تأثير عمل الأمعاء إذا تقوم قشرة البصل بمنع التوارم في اليدين والقدمين والحصول على جسم صحيحا معافا حان الوقت للاستفادة من قشرة البصل 20- منظم للنوم إذا كنت تواجه صعوبة في النوم مؤخرا فلنشرح لك طريقة سوف تجعلك تنام على الفور بفضل العلاج المعاد باستخدام قشر البصل ستحصل على هدوء عصاب وراحة في وقت قصير يمكنك تجربة قشر البصل في تنظيم النوم فعند تجربته سوف تتمكن بعدها من النوم بسهولة كبيرة 21- تنظيف الكلا قد تحتاج إلى قشر البصل لكي تعمل الكليتان بشكل أفضل فهو يقوم بإزالة جميع النفائيات التي تضر بالجسم ليجعلك تتمتع بجسم صحي وسليم لذا إذا خفت أن تتشكل حصوات الكلا عليك باستهلاك قشر البصل بانتظام وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة